بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله المستحق لجميع المحامد والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام كل راكع وساجد وعلى آله وصحبه وكل عابد يا رب صل على النبي مسلما واجعل لنا التوفيق دوما صاحبا اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته نسمع في هذه الأيام تلبية الحجيج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم حقا حقا لبيك اللهم تعبدا ورقا لبيك اللهم ذلا وانكسارا هنيئا لحجاج بيت الله الحرام أسأل الله جل وعلا أن يسر لنا ولكم ولكل مشتاق حج بيت الله الحرام الأرواح لبت قبل الأجساد كيف هذا؟ يقول جل وعلا في القرآن الكريم مخاطبا سيدنا الخليل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فقال سيدنا إبراهيم يا رب وأين يبلغ صوتي فقال يا إبراهيم عليك الآذان وعلينا الإبلاغ فاستجاب الخليل لأوامر الجليل جل وعلا ووقف عند الكعبة ينادي بأعلى صوته أيها الناس إن الله بنى بيتا وفرض عليكم أن تحجوا البيت فحجوا قالها سيدنا إبراهيم فلبته الأرواح في عالم الأزل لبت الأرواح قبل أن تنفخ في الأجساد وقبل أن تنفخ في الأرحام فلباه من كان في أرحام النساء ومن كان في أصلاب الرجال فمن لبت روحه مرة يحج البيت مرة ومن لبت روحه مرتين يحج البيت مرتين وهو إكرام من الله جل وعلا حتى والإنسان يطوف ببيت الله الحرام يجد أشخاصا من غير بلدته ومن غير جلدته ويتكلمون بلغة تخالف لغته ويرى أنه يعرف هؤلاء من زمن بعيد يقول شيخنا الإمام الشعراوي في هذا الأمر هذا إن دل فإنما يدل على أن الأرواح التقت في عالم الأزل فحجت أرواحهم قبل أجسادهم عملا بقول رسول الله الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف يا من تتمنى أن تكون مع الحجيج ولم يتيسر لك الذهاب هذا العام لك أن تحج معهم بروحك وقلبك لك أن تحج معهم بفؤادك ونفسك لك أن تعيش معهم بالروح لأن الروح ليس لها حدود وليس لها حجاب هيئ لروحك أنك بينهم هيئ لقلبك أنك تطوف معهم هيئ لنفسك أن المنادي نادى عليك وأنت معهم عند بيت الله الحرام يا راحلين إلى منا بقياد شوقتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي والشوق أقلقني وصوت الحادي أحرقتم قلبي على الجمر اللظى وأسهرتم عيني وقل رقادي ويلوح لي ما بين زمزم والصفى عند المقام سمعت صوت منادي يقول لي هائما جد السرى عرفات تجلو كل قلب صاضي من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مراد والله ما أحلى المبيت على منا في ليل عيد أبرك الأعياد ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد ذبحت فؤادي بالله يا زوار روض المصطفى من كان منكم راحلا أو غادي فليبلغ المختار ألف تحية من عاشق متفتفد الأكباد كرر هذا الدعاء اللهم يسر لي الحج وقل كريم رسول الله والله أكرم فهل فقير بين الكريمين يحرم أبدا لا يحرم أبدا سلمولاك بيقين وصدق وستكون مع الحجيج إن شاء الله أسأله جل وعلا أن يرزقنا حج بيته الحرام والصلاة خلف المقام والشرب من ماء زمزم اللهم آمين يا رب العالمين وصلى الله على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته